مرحبا بكم في قناة تحفة يوب لعب المنتخب الجزائري السابق عبدالقادر غزال الملقب بكابسولا كان في سنوات مضت من نجوم المنتخب الوطني بحراراته في الملعب وخارجته الرائعة الا ان عبدالقادر غزال اصيب بالوباء الذي انتشر باغلب دول العالم حاليا حيث دخل الحجر الصحي منذ ايام مباشرة بعد التأكد من نزائج تحاليل لهذا نشرس العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي اخبار وفاته بهذا الوباء الا ان خبر وفاته مجرد اشاعة من مصادر مقربة من اللاعب التي اكدت ان حالته جد مستقرة داخل الحجر الصحي وحسب ذات المصادر فانه بمعنويات مرتفعة ويقاوم بشدة من اجل التعافي سريعا كما طلب عبدالقادر غزال من كل محبه دعاء له ولكل المرضى لتجاوز هذه المحنة التي المتبه هذا وفي خبر منفصل خرج رائع من بعض رجال اعمال المالكين لعدة فنادق بمختلف الولايات فبعد اعلان الرئيس سبون للاجراءات العديدة التي امر بها لمواجهة هذا الوباء بينها ستة الاف سرير انعاش تحسبا لاي تطور قد يفجئ الجزائر لاخذ العبرة من دول كايطاليا واسبانيا وغيرها حيث تطوعت بداية مجموعة فنادق ازاد الجزائرية في العاصمة ومستغانم للمساهمة في الاجراءات الوطنية ضد هذا الوباء وضعين فنادقهم تحت تصرف السلطات كذلك مجمع نصيب سياحة الجزائر ووضع المركب الحموي نصيب الشرف لولاية الجلفة والقرية السياحية نصيب بولاية تيبازة تحت تصرف المصالح السحية وكذلك فندق بولاية جيجل تم وضعه تحت تصرف السلطات وينتظر ظهور مبادرات مثل هذه خلال الساعات والايام القادمة كدعم اتحاد من كل فئة المجتمع الجزائري لمواجهة الوباء والحد من انتشاره شاركونا بارائكم في التعليقات كما لا تنسوا الاعجاب والاشتراك في القناة وشكرا جزيلا